بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل وأصحاب الجمعين زيكو حبايب أخباركو ايه يا ربي دايما تكونوا بقى الفخير أنا نهو مقلد من قناتنا وفوق تعمل ايه النهاردة هنا هنعمل السندوتشاد الأمر اللي قدامك ده عشان خطر المدارس والحضانات والله والكليات كلها ينفع هنعمل قايزر بقى بس هنحشيه ونطبزه كده ايه محشيه يبقى طعم وحاجة حاجة تانية يلا نسمي الله ونطخل المطبخ نشوف هنعمل الحاجات الحلوة دي ازاي يلا نسمي الله ونبدأ هنجيب بقى طبق انا هنا جبتك طبقة بتاع العجان حطيت في ايه معلقتين من السكر وحط معلقة من الخميرة وحط كمان ايه مصلي معلقة صغيرة من الملح وحط مية دافية وقلب كل الكلام ده مع بعض هتعمل ايه انا هعجن العجن ده خلق وحطت معلقة كبيرة خلق هعجن العجن النهاردة على مرتين ايوة هعجنه على مرتين هتشوف دلوقت خلاص هنقلب كل الحاجات اللي احنا حطناها مع بعض ويفضل لبن البودر هروح اجيب معلقتين لبن بودر وحطوه على فكرة اللي مش موجودين ما فيش اي مشكلة ما تشتغلي من غيره عادي بس انا دايما بحب بحط في المعجنات كلها لبن بودر حطت هنا معلقة تسين قال لي بكونوا مع بعض وبقى واجيب آآ كبايتين كبر كده دقيق وحطوهم في في الخلطة اللي احنا عملناها دي ونربوهم مع بعض كده تبقى عجنة لينة سيلة كده وبعد ما ربوهم كويس جدا مع بعض هسيبهم قد ساعة كده اختمروا مع بعض ده بيديك نتيجة كويسة جدا كنا زمان وحنا في الارياف كنا بنعمل عجنة كده كلما كان في في البرد وفي في الجو الشطة كنا نجي نعمل عجنة من بالليل كده كنا نسمعها ايه كانت ام الله يا رحمة تقول لي روح ام رب الخميرة يعني ايه رب الخميرة يعني عجنة عجنة صغيرة كده والصبح من بدري نروح حطنا على دي اللي احنا هنعمله عيش وعجن كله مع بعض بقى وسيبه يخمر سيبه يخمر بعد كده ونشتغل شفتوا بقى ده من زمان يعني من زمان قوي الله رحمة ام متوفية بقى لها يعني عايز اقول لكم من اكتر من من عشرين وخمسة وعشرين سنة طيب خلينا في حنينوها خلينا في الوصف حاضر كمنا بقى كيلو دقيق وحطناها على على الخميرة اللي احنا ربناها مع بعض ودي نص معلقة من اللي هو نص الكيس يعني وحطت كله مع بعض وكده وهعجنه بقى بالعجن ما عنديش عجنة يعني هو عجن بايدك طلع عمرنا بناجم بايدنا مش اي مشكلة خلاص لكن العجن موجود فبيستهل الدنيا وبيستهل الدنيا بالنسبة لي ازا ان بقى ان انا بسيبه يشتغل وبعمل جنبي حاجة تانية يعني لو فيه طبقة في الحط بخسيله لو فيه ايه دي بشغلة في حاجة تانية يعني شفتوا بقى هنا بقى ايه بعجن بلبن على مية دافي وحط فيه معلقة زبدة هو دافي برضو حط فيه تلمت في العجن او في ايديك تلمت خلص كده وبقى الطبقة اللي بتاعجينة فيه نظيف خالص زي الفل كده تعرف ان عجنتك بقت زي الفل خلاص اتخدمت يعني دايما نقول لك العجنة اتخدمت شايف العجنة شكله ايه ملبن كده حاجة كده امر حطتها في الطبقة ده وطبعا الطبقة ده طولع صغير هجيب طبق اوسع علشان ايه ده مش هيقق مش هتختمر كويس فيه وهو جبت الطبقة اوسع وحطيت فيه رشا زيت وهحط على العجنة من فوق رشا زيت وسيبه بقى يختمر وبعد ما يختمر هنشوف هنعمل فيه ايه يعني هيخد احنا احنا الايام دي ايام برد فهياخده ايه قدي ساعتين ساعتين ونص على بل ما يخمر شايفين هنا بابرك العجنة من قريق وسيبه بقى يختمر ونرجع نشوف ايه هنعمل ايه وهنا اختمر هوت ما شاء الله واضع بحجمه هاروح بقى ايه عايز على فكرة انت ممكن تعملي كايزر زي ما هو كده وما لكيش نحيته خالص وتغبزيه في الفر بعد ما تتهينه بيه وما يطلح تحشيل لكن انا النهاردة هعمل حاجة تانية هو انا في الفيديو ده كنت عاملة لاتنين في فيديو واحد بس الفيديو كان هيتطول عليكم جدا فاسمتوا اتنين يعني خلاص ان انا اعملت نصه كايزر عادي وخبسته بعد كده اه حطيت اه حشيده اه كان بيرجر واعملت النص التاني محشي منه فيه كده اه جبن وحاجات خلاص هنا ده النص اللي فات ده اللي كنت عاملها فاضي. ده النص بقى اللي هعمله معاك دلوقت هنحشيه آآ آآ حشوه منه فيه كده وندخله الفرق. خلاص? احنا كده قطعنا بنقطع بقية بقية القيزر بتاعنا. ايوة كده بالزبط. شايفين? ما شاء الله. طيب هتعمل ايه تاني بقى انها? هنجيب الحشوة بتاعتنا اللي احنا متعودين دامن بنعملها مع بعض. اللي هي كتب عبارة عن ايه? عن جبن قريش وبحط عليها معلقة من الزعتر وبحط عليها معلقة من زيت الزتون. وهرسهم كويس مع بعض. وبعد كده احط عليها وبشر عليهم غزراية وبشر عليهم كمان آآ آآ فلفل اغضر اقطعه صغير احط عليها. وشوية زتون لو حلقات كده موجودين بيبقى يدولوا طعم حلوة جدا. وشوية خضرة اللي هنم موجودين. شابة خصبرة اللي اللي موجود مش موجود. خلاص انا ما لقيتش عندي بصراحة. استكفر بالجزر والفلفل والزتون والحاجات دي. هنا يا بامس ديك العيش اللي انا عملته. ويعمله قرصة صغيرة كده افريد يدو بقى صغير كده وروح حط الخلطة فيه وحط خلطة كتير بقى عشان ايه? عشان تبقى اللقمة متغمسة كلها بقى. خلاص? والامو زي ما انتم شايفين كده بالضبط. والضغط عليه ضغطة بسيطة. عشان يبقى زي القايزر بالضبط يعني بص ابنك هياخد الرغيف من دول هيبقى ما شاء الله يعني منه فيه غموسه منه فيه. مش محتاج اي حاجة تانا. يعني هياخده اياه المدرسة هياخده في البيت بالهنة والشفاء. ايا كان يعني. فهو غموسه منه فيه. بس اهم حاجة ان انت تقفل عليه كويس من من تحت كده. وتحطيه بقى ايه? القفل ده تحت. اللي ما كان مقفلنا عليه كده يبقى في الاعر عشان ما يفتحش. وضغط عليه جامد. يعني انا بحط هنا اللي زي ما انتم شايفين. بحط الحشو بحط الكيمية بحطها الكيمية محترمة كده عشان زي ما قلتلك اللي ما كلها تبقى متغمسة. ولمي شوف انا بلمي العجينة ازاي? عملا بلمي كل الاطراف في ايدي كده. واروح مسكوهم وضغط عليهم جامد واروح قلبها كده وضغط عليه. حلو الكلام حلو الكلام. هتبقى احلى سندوتشين يعني اعني اعايز اقول لك اتحلم البرجر كمان. خلاص? هنا بقى ده البيض. جبنا بيضة. وحطنا عليها نقطتين من الخل وحطنا عليها نقطتين من الزيت. وضربناهم مع بعض كده بالشوكة. وهنا بتهم بها الكايزر بتاعنا. هنا انا ضغط عليه لان انا مش عايزاه عالي. لان ما بيبقى عالي ما بيبقاش حلوة في الاجل. ما بيبقى يعني آآ يعني بيبقى عالي زيادة عن اللازم. فعايز اتنين بقى قعد كده عشان تفتحي عشان تعرفت اقضامي منه. ده بصراحة يعني. فعشان كده بحب اضغط عليه ضغطتين دول. هنا حطيت حبة البركة. كدنا اللي كان برجل كده تحط له سيمسي. لان زي ما قلت لكم كان في فيديو واحد. بس الفيديو كان هتطول عليكم جدا. عشان كده اسمت اتنين. خلاص. ان انتو ما بيقولكوش صبر اصلا تسمعوا الفيديو الواحد. هتسمعوا فيديوهن في فيديو ازان يعني. شايفين هنا بعد ما طلع. اول ما يطلع من الفرن تروح رشاب البخاخة كده. ومغطية ميه ده شوي. شايفين طري جدا. وهشي جدا. ليه? عشان احنا عاملين العجين على مرتين حلو جدا. شايف بقى? ولسه سخنه مولع. يعني مش المفروض ان انا اطاع دلوقات خالص. بس انا عايز اشوفه كده وبعد ان كان يعني هو بصراحة يعني ايه? حاجة امر كده. هتعجبك وهتعجب ولادك والصوصات بقى اللي عايز يحطي هو يحط بكيفه بقى. انا هنا محطتش اي صوصات اللي عايز يحط 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 بكيف. اللي مش عايز يحط زي حلات كده ما يحطش. يا سلام عليها دي مع كوب باية شاي. عايز اقول لك حاجة كده عظمة. والرغيف واخد كفايته جدا من الحشو وكده. واللي زي ما قلت لكم ممكن تحط ممكن تحط مزرلة الولاد بتحبها جدا. ممكن تحط مزرلة برضه. الولاد هتفرح بها. يعني عايز اقول لك كده يعني وكل اللي احنا عاملينه ده جبنا قريش في الاخر. اه جبنا قريش معدد شرخيص اه لكده بتمانين جن نصف. بس يلا هنعمل لما كل حاجة غيرت. هنعمل اي يا رب ان شاء الله الكايزر بتاعي يعجبك ويتجربيه ويعجبك ويعجب ولادك وتدعولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.